اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني حرام التعب ومدة التسجيل هيكلها وما فيش مشاركات فعشان هيك يعني نوع من انواع انه هيك بحس اني انا بعمل اشي وبلاقي مقابله يعني حتى لو كلمة طيبة خلينا نروح على توقعتنا اليوم طبعا اليوم توقعتنا لا يوم ثلاث اثنين القمر طبعا لا يوم الاربع القمر اليوم رح يتنقل بين برجين وموجود في الميزان رح ينتقل للعقرب في ساعات العصر تقريبا القمر موجود في منزلة الزباني وهي زي ما حكينا يوم امس هي للفساد والقطع والمشاكل رح ينكت فيها حتى تمام الساعة اربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة الاخليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد للامور طبعا القمر زي ما حكينا برضو في الحلقات الماضية لما يكون موجود في الميزان فتأثيره على جميع الابراج في هاي الفترة لغاية انتقاله للعقرب في هاي الفترة عاطفيا هي جيدة جدا وهي جيدة لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجينا لها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومنميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لذا العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لسه ما استقرت بشكل كبير في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين للبيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة لزوايا الفلكية اليوم زوايا يعني متقلبة في عنا سلبية وفي عنا ايجابية اول زاوية رح تكون هي زاوية تربيع سلبية طبعا تأثير الزوايا على جميع الابراج على جميع الطوالع بنفس التأثير طبعا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين البلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة واربعتاشر دقيقة صباحا تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وخمستاشر دقيقة صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة ستة وخمستاشر دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن ساعة ثمانية وخمستاشر دقيقة صباحا ورح يستمر لغاية الساعة ثنتين واربعتاشر دقيقة عصرا بتوقيت الاردن للساعة اربعة واربعتاشر دقيقة عصرا او قرابة قبل المغرب شوي هذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة 6 وربع لغاية الساعة 2 وربع عصرا لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه موجود في العقرب بعدها رح ينتقل ويستقر بالعقرب بعد الساعة 2 و14 دقيقة فهذه الفترة جميع الأبراج والطوالع منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدة الانتقاد وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية متهيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية سلبية هذه زاوية التربيع رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و54 دقيقة مساء أكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه رح يهربوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التربيع برضو سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا بما أن القمر موجود في العقرب فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 5-2 رح يبدأ في تمام الساعة 6 و15 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 2 و14 دقيقة عصرا لا ينتقل بعدها لبرج القوس طبعا بالنسبة لخلوه المسار لطيلة الشهر هو موجود في صندوق الوصف محدود كل خلوه المسار إمتى ببدأ وإمتى بنتهي لطيلة الشهر أما بالنسبة لعمر القمر طبعا القمر الآن انحصار المربع 21 يوم في تمام الساعة 9 و18 دقيقة مساء بيصبح 22 يوم نسبة الإضاءة 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا اليوم بالنسبة للشمس والقمر اليوم في خربطة يعني في خلطة الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 هي منتحسة بنسبة 15% لغاية ساعات المساء بعد ساعات المساء بتصير سعيدة أما بالنسبة للقمر الي موجود في الميزانه رح ينتقل للقمر للعقرب ورح يستمر فيه لغاية 5-2 هو منتحس بدنا نحكي منتحس بنسبة 40% لكن في ساعات المساء رح يتزايد لدرجة انه الانتحاسي ممكن تصل لـ 100% أما بالنسبة لعطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم 21-2 فهو منتحس بنسبة 15% بسبب التراجع وكان قمر محترق كان عطارد محترق لأنه ما كان يشكل زوايا هي أول زوايا رح يشكلها اليوم فعشان هيك الزوايا رح يشكلها تثليث فنسبة الانتحاسي بتظلها قليلة أما بالنسبة للزهرة في الدلو فهو باقي فيها لغاية يوم 25% 22-2 هي منتحسة بنسبة 15% وسبب انتحاسة الزهرة أنه أولا انتقالها يعني عملة اقتران ما بينها وبين زحل أو ما بينها وبين الكواكب اللي موجودة في بداية الدلو وخصوصا زحل وزاوية التربيع اللي بيشكلها في تواجده مع المريخ ومع أورانوس أما بالنسبة للمريخ فهو في الثورة حتى يوم 4-3 بعدين بنتقل للجوزاء منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% وسبب الانتحاسي زي ما حكينا زوايا التربيع زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أما بالنسبة لأورانوس اللي في الثورة حتى يوم 20-8 هو سعيد بنسبة 15% رغم أنه هو بيشكل زاوية اقتران مع المريخ وزاوية التربيع ولكن زاوية التزديس اللي بيشكلها مع نبتون هي اللي شوي يعني هي غير زاوية منفصلة نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما أنه القمر رح يتحرك من المقابل يعني رح يكون فيه شوية هيك اهتمامات غريبة شوي التركيز رح يكون على مال الشريك أكثر شيء كطاقة فيها إيجابية لأنه بخف الضغط اليوم خصوصا مع ساعات المساء لما بنتقل القمر للبيت الثامن بتلاقي أنه نفسيتك ارتاحت شوي أو انشحنت بطاقة شوي لأنه من القمر مقابلك بيسحب من طاقتك وبكون فيه قابلية للتعب أو الإرهاق أو الملل أو متوتر هيك مزعوج في شيء مزعجة تحركه للبيت الثامن صحيح أنه مش بيت قوي لا إلك ولكن إجمالا أنه بظل خف من المقابلة يعني إله إيجابياته وإله سلبياته فعشان هيك اليوم المزاج عندك رح يكون ما بين سلبي وما بين إيجابي من كل ما اقتربنا لساعات العصر بتغير أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا نحكي إحنا قاعدين عن أمور المال وكل ما اقتربنا للمساء الوضع رح يصير أحسن بالنسبة للوضع المالي رح يصير فيه نوع من أنواع لإهتمام المالي ولكن أهمش أنك ما تبالغ بمصاريفك ومصروفاتك لأنه الوضع مش متحمل أنك تتفشش بالمصاريف ولكن إجمالا فيه مكاسب فيه أرباح فيه تعويضات فيه بديل للمصاريف ممكن اليوم تحصل على هدية أو على جائزة أو على نوع من أنواع الدعم أو اهتمام ببعض الفوترة لبعض الحسابات يعني تأجل تزبط ديونك شغلة زي هيك بالنسبة للبيت الثالث اليوم نشاط بالاتصالات والحركة في ساعات الصباح عندك رح تكون قوية جدا رح يكون فيه موضوع معين رح تهتم فيه بشكل كبير فيه نوع من أنواع الدعم رح يكون من أحد الإخوة لا إلك أو تعامل ما بينك وبين أحد الإخوة فيه مسألة معينة أهم شيء أنه ضبط الأعصاب وعدم فرض الرأي هذا أهم نقطة اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بما أنه فيه خلوه مسار اليوم فمنقولك ركزه بشكل جيد وما تعتمده على الحدود بالنسبة للبيت الرابع الأجواء كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما الأجواء صارت أحسن وأحسن على مستوى البيت والعائلة بعض الضغوط أو بعض الحدية بالطباع اللي كانت بتسيطر خلال اليومين الماضيات أو الأزمة اللي كانت داخل البيت ممكن أزمة زيارات أو اجتماعية أو موضوع عائلي معين اليوم مع ساعات المساء شوي بتبلش الأمور أو مع ساعات العصر بتبلش يتخف الضغوط على هذا الموضوع ببلش فيه نوع من أنواع الراحة فيه شيء له علاقة ببعض المشتريات أو الالتزامات أو الاهتمامات العائلية بالنسبة لبيتك الخامس طبعا على المستوى العاطفي بدك تحاذر أنه كل ما اقتربنا لساعات العصر الضغط العاطفي رح يصير فيه موجود فممكن يصير فيه خلاف أو نقاش أو حوار أو حدي بالطباع أو صوت فاهم ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء فحاول قدر الإمكان ممكن قلق على أحد الأبناء حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك ما فيه داعي لفرض الرأي أو السيطرة أو الانزعاج أو الانفعال على أساس أنه ما يصير فيه نوع من أنواع الخسارة للوضع أما بالنسبة للبيت السادس إلا أجواء تقريبا على مستوى العمل الضغط اللي كنت تحس أنه فيه كثير من الالتزامات أو من الأعمال أو المشاحنات أو الخلافات اللي ممكن كانت قبل يومين اليوم وطئتها رح تخف شوي كل ما اقتربنا لساعات العصر يعني المرحلة الجاي رح تكون كويسة على مستوى العمل وعلى المستوى الصحي فيه بعض الاهتمامات لبعض الشؤون الصحية ممكن تكون إلك أو لأحد الأحبة ولكن الأهم إذا كان عندك علاجات التزم فيها إذا كان عندك مراجعات طبية لا تتغيب عليها بالنسبة للبيت السابع طبعا القمر موجود فيه فكانت فترة يعني لا بأس فيها على مستوى أمور اللي إلها علاقة بالشراكة وبتظل يعني بتظلوا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم حاذروا بس من الخلافات وتضخيم الأمور ما بينك وبين شركاء المال والعاطف اللي هم الأزواج اليوم تبدو مرها في الحس فيه نوع من أنواع التوتر بسبب قلق ما من مسألة ما حاذر إثارة العذائي والبلبلة لأنه مزاجك شوي متقلب والعصبية ممكن أنها تسيطر عليك شوي والثير النفور للأشخاص اللي حواليك من ساعات العصر بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم ما تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ما تلاقي أعمالك صدق طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون تباطل بالنسبة للبيت التاسع طبعا هنا اليوم الوضع على مستوى اتصالات بعيدة ممكن تنزعج أو تتوتر بسبب شخص إما مقيم خارج البلاد أو بعلاقة مع شخص خارج البلاد أو حتى أمور لها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة في قلق في اهتمام كثير في مسألة معينة رح يكون عندك أو بمراسلات فعشان هيك حاول قدر الإمكان إنك ما تنفعل وما تنزعج أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة لأجواء جيدة فيه موليد العشرية الثالثة هم أكثر الناس اللي بدهم يكونوا حذرين خصوصا بداية الانتقال بعدين الأجواء رح يصير فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي تساعدك في بعض الأمور خصوصا على مستوى العمل زملائك رؤسائك بالعمل إدارة الأعمال أو العلاقات الكبيرة يا هذا بيت السمعة برضو نفس الشيء بقولك ما تخالف وما تجازف بالفترة هاي بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء طبعا هنا ما زال الضغط كبير موجود عليه منقولك دير بالك أثناء تعاملك مع أصدقائك أو معارفك من الانفعال أو العصبية أو التوتر الأجواء مش متحمل الضغط هاد فعشان هيك بلاش سوء التفاهم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء ولكن الأهم أنه يعني حاول قدر الإمكان أنه لو كانت مناسبات اجتماعية ما تقسى على نفسك أكثر بالنسبة لبيت 12 بيت المتاعب طبعا الأجواء جيدة فيه وخصوصا أنه زوايا التزديسة اللي ذكرناها بالأمس ما زالت متشكلة فعشان هيك الأجواء بالنسبة لبيت المتاعب جيدة ما في أي مخاوف ما في أي مكائد ممكن أنها تزبط خلال اليوم هاد وما في حد بقدر أنه يستغلك بالفترة هاي إلا إذا أنت رحت برجليك على حد ينصب عليك فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك بس أنك تهتم براحتك وتهتم بغذائك وبصحتك برج الثور طبعا اليوم التحرك رح يصير أنه القمر رح يتجه مقابلك تماما وجوده في البيت السادس كان ضاغط عليك اليومين الماضيات يعني بتشعر في بعض هيك الخربطة أو هي لا هي إيجابية كاملة ولا هي سلبية كاملة ممكن تشعروا بعض موليد برج الثور ببعض الأمور الصحية أثرت عليهم أو التعب الصحي أو الأشياء اللي بتيجي زي الصدمة هيك صحيا أجتهم بلحظة هيك ولكن في منهم تلاشت أو راحت ولكن في منهم راجع الأطباء بسببها اليوم الوضع غير اليوم الوضع أنه القمر مقابلك تماما فبسحب من طاقتك شوي بوجوده بالمقابل فعشان هيك بتحس بنوع من أنواع هيك الكسل يعني تنجز ولكن على كسل حاب ترتاح حاب تريح حالك مش حاب تبدو الجهد كثير مسالم أكثر حاول بس أنك أنت تنتبه لصحتك برضو كمان شوي وحاول أنك ما تثير العدوات لأنه أنت الضعيف بالفترة هاي بسبب وجود القمر مقابلك عدوك دائما بالفترة هاي بكون أقوى منك فحاول أنك تبعد عن المواجهات على أساس أنه ما تكون أنت الخاسر بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء مازل فيها نوع من أنواع الإيجابية في بعض النقاط لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر الأجواء ممكن تحمل نوع من أنواع المصاريف أو الاهتمامات المالية أو الدفعات المالية أو مشكلة بسبب وضع مالي معين فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تقلل من مصاريفك أو تخلي مصاريفك على الأشياء المهمة في منك رح يتلقى دعم أو مساعدة أو نوع من أنواع الهبات أو ترتيب وضع مالي معين في بعض المصاريف اللي ممكن تيجي ممكن في البيت الثاني تكون أوضح أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء اليوم كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر كل ما زادت الاتصالات عندك أكثر والمراسلات والاهتمامات وامور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والسفر والشغلات اللي زيق خصوصا السفر القصير في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالإقناع يعني بده يقنع شخص بوجهة نظره أو بفكرته خلال هذا اليوم كل ما اقتربنا للعصر كل ما كان القوة أكثر بالنسبة لإلك وسرعة البديهة أقوى وقدرة الإقناع عندك أعلى في منك رح يكون له تعاون أو مشورة أو يعني نوع من أنواع الاهتمام بأحد الإخوة أهم شيء أنه ما يكون هذا الاهتمام في ساعات الظهر أو ما قبل الظهر لأنه ممكن يكون مشكلة ولكن بعد ساعات العصر الأجواء بتكون إيجابية وبكون داعم لإلك الوضع أما بالنسبة لبيتك الرابع طبعا هنا بيت البيت بدك تدير بالك كل ما اقتربنا لساعات العصر في احتمالية مواجهة أو حدث عائلي أو اهتمام عائلي أو عطل منزلي يعني إش مر بك العلاقة في البيت فعشان هيك كل ما اقتربنا لساعات العصر حاول أنك تبعد عن المشاكل على أساس أنه ما تكون أنت الحلقة الأضعف في هذا الموضوع رح يكون فيه إشي له علاقة إما بتسوق أو مشتريات أو التزامات أكثر فمتطلبات منك أو اهتمامات أكثر أهم إشي أنك أنت ما تهملها يعني ما تهمل وضع البيت على أساس أنه برضو أنت تتجنب المشاكل بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما كانت أقوى وأحسن للتواصل مع الأحبة يعني كل ما اقتربنا لساعات العصر بتصير أقوى وأحسن بصير فيه رغبة منك للتقرب من الحبيب أو تقرب الحبيب لإلك أو تواصل ما بينك وبين الحبيب صحيح أنه في بعض المعاتبات أو بعض يعني التلميحات لبعض الأمور ولكن أنت في ساعات العصر أنت الأقوى بالنسبة ل يعني بيتك السابع بيتك السادس وهنا العمل زي ما حكينا أنه خلال يومين الماضي كان متراكم أو كان عندك كثير من المسئوليات أو الأعمال أو الشغل وكان ضاغط ونبهنا أنه ما تحاول أنك تحمل أكثر من عمل مع بعض على أساس أنه ما يفرط العمل وما تقدر تنجز أي شيء إذا اتبعت الإرشادات أنك مساكت عمل عمل فأنت أنجزت بشكل جيد الأهم أنك تضلك منتبه لصحتك لغاية ساعات المساء لساعات المساء الصحة أهم شيء بدك تكون منظم أو تحسن إدارة الأمور حاذر الجدال مع المعاونين أو مع زملائك في العمل ما تهمل صحتك كمان مرة من أكد عليها وما تأجل أو تماطل في عملك أنك تأجل لا بعدين ومش عارف إيش ولا لا خلص الأيام جاية ولا بكرة وبعده ومش عارف إيش هذا كله بتراكم عليك حتى لو اضطررت العمل يعني ساعات إضافية بس ما تبدأ بعمل بفترة خلوة المسار من ساعات ما بعد العصر تقريبا أو ساعات العصر بصير الاهتمام كله على تعزيز الشراكة أو الاهتمام بالشريك شريك المال شريك العاطفي شريك الزوج الزوجة حتى الارتباط حتى الحبيب اللي بده يصير زواج ما بينك وبينه بصير الاهتمام أكثر والتواصل أكثر والنقاشات أكثر ممكن تتعقد الأمور ويتطرق بعض البلبلة إذا كان النقاش عقيم أو كان عصبي عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية كن حذر لبق اعرف كيف تحكي الكلمة بدون ما تعصبه هذا حاذر اللي عندهم قضايا قضائية بالفترة هاي بدهم يديروا بالهم يعني حاولوا أنهم يجمعوا أوراقهم بشكل جيد ويحاولوا أنهم ينفذوا المطلوب منهم بشكل كامل لأنه خصمك بالفترة هاي ممكن يكون قوي وبنصحش أي حد من موليد برج الثور أنه يرفع قضية بالفترة توجود القمر بالعقرب بس اللي هم للثور يعني ما بنصحهم اللي هي أشياء لها علاقة بالقضايا القضائية حاولوا يبعدوا عنها اللي هم بس موليد برج الثور هم بيتهم بيت القضايا العقرب منقولهم في هاي المنزلة بالذات أنتوا ترفعوش قضايا ولكن أبرج ثانية منقولهم رفعو أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا طبعا الاهتمامات رح تكون غير الاهتمام رح يكون على مسائل اللي ها علاقة بالأموال طبعا أو الديون ممكن تتراكم عندك بعض المسائل أو المطالبات أو أنه يكون في عندك بعض الحسابات أو الأموال المشتركة اللي ممكن تسبب لك إزعاج خلال هذا اليوم حاذر من أنك أنت تخربط في الأمور المالية حاول ترتبها بشكل جيد ما تخلي الديون تتراكم عليك وفي نفس اللحظة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الغيبية ولكن ممكن تكون بسلبية يعني نزعة الشر تكون أعلى أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر بصير الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام بأشخاص ممكن أجانب عنك أو الاهتمام بشؤون التعليم أو الجامعات أو الدراسة أو الامتحانات وتكون قوية جدا فعشان هيك فترة مناسبة أنك تعرف أمجة تهتم فيها وخصوصا في ساعات المساء بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة هنا من قولك ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا للتهور ولا لأي شيء ممكن يشوه سمعتك حاذر كل الأمور اللي بتتعلق بالسمعة الأجواء ضاغطة بشكل كبير وسمعتك على المحك يعني أي خطأ ممكن يفتح العين عليك أكثر وتتحاسب أكثر فعشان هيك دير بالك من المغامرة بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء وحتى أنه اليوم فيه إيجابية عالية وقوية جدا بالأمور اللي هي معاونة الأصدقاء لإلك أو تواصل الأصدقاء معك أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب فارغ من أي تأثيرات ولكن ممكن أنه أشخاص تحاول تكيد لك بالفترة بما أنه ما فيه تأثير كواكب معناته الأجواء آمنة القوة لإلك وبرضو يعني محصن بشيء معين ممكن هو اللي يحميك برج الجوزاء طبعا الأجواء بتظل جيدة وممتازة لغاية ساعات العصر فبدك تستغل لساعة العصر اللي هي الاهتمامات إذا عندك شيء بيعتمد على الحظ صحيح فيه خلوم مسار إذا كنت ناوي ما قبل نشاطك النفسي ممتاز جدا بيساعدك على إنجاز كثير من الأمور في ساعات العصر الضغط رح يزيد عليك شوي ممكن تشعر ببعض التواعق أو الإرهاق أو هيك الاكتئاب يتسلل لك أو تقلب المزاج يصير عندك أكثر فعشان هيك بنقول لك دير بالك ما في داعي لأنك يتغامر في ساعات العصر في بعض الأمور وحاول أنك تنتبه لحالك أكثر بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء رح يكون في بعض الاهتمامات المالية الجيدة وخصوصا في ساعات المساء ممكن تحقق بعض الإنجازات أو الأرباح أو المكاسب اللي رح تكون لصالحك وهذا دعم جيد جدا لا إلك ممكن تحصل على هدية أو تحصل على هدية أو مكافأة أو تحقق بعض المقارب اللي إلها علاقة بالوضع المالي أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك بالنسبة للبيت الثالث رح تنشط اليوم بالاتصالات والحوارات بشكل جيد من ساعات الصباح لغاية ساعات الظاهرة تقريبا أو من الآن لغاية ساعات الظاهرة ولكن ما بعد هيك دير بالك من عصبيتك وحديتك لأنه رح تكون لاذع ورح يكون كلامك جارح فممكن هذا الشيء يسبب لك نفور من الأشخاص اللي حواليك أو يكشفك قدام بعض الأشخاص أو ممكن يخلي الهجوم عليك أسهل حاول قدر الإمكان ضبط أعصابك في عندك حركة انتبه أثناء قيادتك للسيارة ممكن أنه في ساعات العصر أو هذا يكون التركيز عندك أقل أما بالنسبة للبيت الرابع لإلك بيت البيت الاهتمامات بتصير أحسن وأحسن كلما اقتربنا لساعات العصر بصير في بعض الفرج أو بعض الاهتمامات لا أمور بتريح بالك إلها علاقة في البيت أهم شيء ما تحاول تفرض سلطتك ولا إرادتك على الأشخاص اللي حواليك حاول تتعامل بطريقة مرنة جداً ممكن يكون في تعامل مع أحد الإخوة لا إلك أو تواصل مع أحد الإخوة ولكن أنه برضو البيت ممكن يعان من بعض النقص أو الأعطال أو المشاحنات بالنسبة للبيت الخامس طبعاً هنا الأجواء تختلف تماماً على المستوى العاطفي وهذه بتساعدك بشكل قوي جداً في بعض الأمور بما أنه القمر موجود فيها فبتظل رغبتكم قوي جداً للتقرب من أحبائكم والتفاهم معهم تأثير القمر إيجابي لغاية ساعات الظهر تقريباً ممكن تشعر بالأمان والارتياح وتغمرك العواطف الجياشي وأنت جريء وباستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هاي الفترة ولكن كل ما اقتربنا لساعات الظهر ممكن يصير فيه نوع من أنواع العصبية أو سوء التفاهم أو الخلاف ما بينك وبين أحد الأحبة وهذا الإشي ممكن يعمل خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء يعني على مستوى فكري حتى من ساعات العصر طبعاً القمر الخلص بصير انتقل وصار موجود بالعقرب اللي هو بيتك السادس فعشان هيك الأجواء بتختلف تماماً بصير الاهتمام بالعمل لأنه ببدأ العمل بالتراكم بصير الوضع الصحي عندك ضعيف شوي قابلي للتعب أو للإرهاق بتتزامن الواجبات وبتصعب ممكن يصير أكثر من التزام عملي عندك فتحس حالك بفوضى ممكن تضطر للعمل وقت إضافي أكثر أهم إيش إنك تدير بالك من المشاكل الصحية بالنسبة للبيت السابع طبعاً كل ما اقتربنا للساعات العصر كل ما زاد الضغط على بيت الشراكة لدرجة إنه بتحس إنه في مشاكل أو حوار أو سوء تفاهم أو تتحامل على الشريك أكثر اللي بيسبب لك هذا النوع من سوء التفاهم والخلاف والنقاش الحاد اللي ممكن من خلاله يصير فيه مشكلة ما بينك وبين الشريك بدك تحذر من هاي النقطة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة وخاصة كل ما اقتربنا لساعات المساء ممكن يكون فيه خلاف أو ملف إلو علاقة بالوضع المالي كون صعب إنك تنجزه في ساعات الصباح لو أجلت لساعات العصر ممكن يصير عندك قدرة على حله ممكن تهتم بموضوع قديم أو ترجع تفتح موضوع قديم أو تناقش موضوع قديم خلال فترة ساعات العصر أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو الاهتمام ببعض الأشخاص خارج البلاد وهذا الإشي بكون في ساعات الصباح كل ما اقتربنا لساعات العصر بزيد الخلاف ما بينك وبين شخص إما أجنبي عنك أو في مؤسسة تعليمية أو مسافر خارج البلاد أو هو مقيم أساسا خارج البلاد أو مشكلة تتعلق بالسفر والأوراق والإقامة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الضغط عليك فحاول قدر الإمكان أنك تحلها في ساعات الصباح مش في ساعات يعني ما تخليها توصل لساعات العصر في منكم ممكن يرغب أو عنده امتحان أو عنده دراسة ولكن الأهم أنك ما تصرف طاقتك وما تعتمد على الحضوض بشكل كبير بالنسبة للبيت العاشر طبعا بيت السمعة آمن فعشان هيك ما فيه أي شيء بيهدد السمعة إلا إذا أنت روح تنيلتها عد هذا هو شغلك عما بالنسبة فلكيا ما فيه فلكيا بيت السمعة محمي علاقتك مع زملائك رؤساك بالعمل جيد جدا من المفروض أنك أنت تستغلها لش صالحك بالشكل الإيجابي إذا رحت أنت افتعلت الخلاف فهنا أنت الخسرا كل ما اقتربنا لساعات العصر كل ما كانت الأجواء أحسن وأحسن وإذا فيه مشكلة سهل أنها تنحل أكثر من ساعات العصر وبعد أما بالنسبة لبيت اللي هو الأصدقاء فهو بيت يعني تقريبا فارغ من أي تأثيرات للكواكب على طبيعتك بتتعامل ما بينك وبين أصدقائك ممكن تنشط مع بعض الأصدقاء حوارات أو اتصالات أو لقاءات ولكن هي نوع من أنواع التواصل الودي مش شيء ملزم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو أنا ما نقول لك دير بالك بيت المتاعب بيحط لك أعداء بالخفاء وخصوصا موليد العشرية الأولى والثانية بوجد لك أشخاص تتآمر عليك بيخلي طاقتك شوي متقلبة فالصحة بدك تنتبهلها خصوصا بشكل مفاجئ ممكن تحدث بعض الأمور فعشان هيك بدك تحذر على الوضع الصحي بشكل كبير وما تهمل بصحتك ولا بغذاءك بالفترة هاي برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع عندكم وهذا مشكل زاوية تربيع عشان هيك فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر عندكم يمكن الأمور البيتية أو العائلية هي كانت أكثر همكم أو الإشي اللفت انتباهكم في خلال اليومين اللي مضوا رح تستمر هاي الأمور لغاية ساعة العصر بعدين الأجواء رح تصير إيجابية بشكل قوي تشعر بطاقة كبيرة أفضل من الطاقة اللي كانت في اليومين الماضيات بتحس أنه يعني رجع هيك في حليف في دعم لإلك نفسي وطاقي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء كل ما اقتربنا لساعة المساء كل ما صار تنفيس بالفلوس أو صرف الفلوس أو الراغبة بالمشترى أو التسوق أو هذا بصير أعلى وأكبر عشان هيك بنقول لك دير بالك من المصاريف دير بالك من البذخ في صرف الفلوس ودير بالك من أشخاص ممكن يستغلوك مالياً رتب وضعك المالي بشكل جيد ما رح أقول لك أنه فيها الأرباح ممكن في ساعات الصباح إذا موعود بمال يجيك أما بساعات ما بعد الظاهرة ممكن هي مصاريف أو إذا إشي موعود فيه ممكن يصلك ولكن الأرجح هي رح تتركز على المصاريف أكثر أما بالنسبة لبيتك الثالث فهنا كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر كل ما زادت الاتصالات عندك أكثر اليوم عندك اتصالات عندك تواصل عندك رغبة بالتواصل بشكل كبير للحوار للتحدث للتنقلات في منكو رح ينتقل حتى بين المدن يدير بالهم أثناء قيادة السيارة الي عنده امتحان أو عنده مقابلة الأجواء مش بالشكل المناسب ولكن ابتداء من بعد ساعات العصر الأجواء بتصير أحسن لأمور السفر والتنقلات والدراسة بصير أكبر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر ما زال موجود في البيت الرابع فبظل التركيز على أمور البيت والعائلة لغاية ساعات العصر بدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور لمن للي حواليك فتفهم الآخرين وحاول أنك تبقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع أو صحة أحد الأحبة ممكن تهتم فيها ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش أنك تلطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب اليوم وخصوصا من ساعات ما بعض العصر وبتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل كانت عالقة في اليومين الماضية حتى لو كانت مستحيلة ممكن تقدر أنك تحلها أهم شيء أنك ما تجازف وتغامر يعني لك تكون حكيم وحذر جدا بالنسبة للبيت السادس طبعا الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية بمقادرة تحل مشاكل العمل أو تتواصل لحل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل لغاية ساعات العصر بعدين ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تحس بلبك صارت أو سوء تفاهم في مكان عملك حاول أنك تضبط أعصابك بدون خلافات أو نقاشات بالنسبة لبيتك السابع طبعا بيت الشراكة الأجواء بتظلها يعني ضاغطة كانت في اليومين الماضية في سوء تفاهم أو خلافة أو نقاش كان ما بينك وبين الشريك اليوم في حلول لهذا البيت فكل ما اقتربنا للعصر بتتلطف الأجواء السعى لتلطيفها أكثر ولا المصالحة فيها أكثر أفضل من إطالة الخلاف أو سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على الأموال المشتركة ممكن مطالبات مالية أو ممكن عليك الالتزامات أو بترتب وضع مالي معين كلها فيها نوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع التوتر وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية هذولا أكثر ناس وبرضو من عيد ومنذكر ديروا بالك من أي كفالة مالية صحيح كانت الأجواء فيها بعض الإيجابيات ولكن هسا دخلنا على سلبية مطلقة في هذا الموضوع لا تكفل حد ولا تضمن حد مهما كانت الظروف بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء جيدة وممتازة جدا على مستوى العلاقات الخارجية أو العلاقات مع الأجانب أو التواصل الاتصالات الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية امتحاناتك القضايا القضائية كلها هاي أجواء إيجابية ودعملة إليك وكل ما اقتربنا لساعات العصر كل ما كانت أفضل وأفضل بالنسبة لا إليك ممكن تنشط باتصالات خارجية أو يجيك خبر من بعيد اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على بيت السمعة ما في أي تأثيرات عملك على قد عيد الإيد زي ما بنحكي مسيطر أنت على الأموم الأجواء إيجابية ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو بعض المتطلبات أو بعض الأمور الإدارية على مستوى العمل ولكن سرعان ما إنها بتترتب بشكل جيد وبتصير لصالحك ما تحاول تحمل أكثر من عمل في إيد وحدة على أساس أنه ما تفرط المسبحة من إيدك وتلاقي حالك مش قادرة تنجز ولا شيء أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فما زالت الأجواء ضاغطة موليد العشرية الأولى والثانية بدهم يديروا بالهم من سؤتفاهم أو من إنزعاج من عمل مثلا أو من اجتماع أو من لقاء أو مناسبة اجتماعية أو من بعض الأصدقاء حاول إنك ما تصعد الأمور بشكل كبير وما تزيد الخلاف بشكل كبير يعني طنش عيش تنتعش أما بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء اليوم جيدة ودعملة إلك لغاية ساعات الظهر من بعد ساعات الظهر بدك تنتبه على الوضع الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع الطبيب عندك أو إنه حاول إنك تأخذ علاجاتك بشكل جيد رغم إني أنا شايف إنه لا هي ساعة ما قبل الظهر هي الضاغطة عليك صحيا والأمان بصير ما بعد ساعات العصر فلكيا أما على كل الحالتين خلي الرقابة الصحية بيكون أفضل برج الأسد طبعا بالنسبة لبرج الأسد معروف إنه تواجد القمر في مكانه كان شوي مساعد للكم نفسيا عزز الأمور اللي إلها علاقة بالحركة بالنشاط هي كفي نوع من أنواع الطاقة سيطرت عليكم الطاقة إيجابية نوع من أنواع التفاول أنها الأجواء بلشت يعني في بعض النقاط تعطيني إيجابية قدرة التواصل والإقناع برضو موجودة سرعة البديهة لإدارة الأمور ممتازة جدا كانت خلال فترة اليومين اللي مضوا صحيح إنه تصار فيه معاكسات على بعض الأبواب ولكن إنه برضو الأجواء كانت فيها إيجابية بالنسبة لليوم النفسية أحسن برضو لغاية ساعات العصر بعد ساعات العصر ممكن تنضغط من مسائل معينة واهتماماتك تصير يعني في أمر إلو علاقة بالبيت أو التقييد أو علاقتك أو داخل يعني بيتية عائلية هي الضغط من هنا رح يبلش عندك بالنسبة للبيت الثاني الوضع المالي كل ما اقتربنا لساعات العصر كل ما كان أفضل في فرص تحمل لك بعض الفرص المالية أو تواصل لتحسين وضع مالي ممكن تحصل على دعم معين أو تبدأ بالاهتمام بمسألة معينة إلها علاقة بالدعم يعني الأجواء إيجابية أهم شأنك تقلل من مصارفك اللي غير مرغوب فيها يعني هذا الاهتمام لازم شوي تركز عليه بشكل جيد ماليا زي ما حكينا الفرص أقوى من بعد ساعات العصر أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم مثل الأيام الماضية من الآن لغاية ساعات العصر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر القصير أو التنقلات الداخلية بين المدن الاتصالات الكثيرة بتكون نشط فيها بشكل كبير تكلم بهدوء وعاول أنك ما تفرض رأيك على اللي حواليك تفادي لأي التباس كون واضح جدا يعني احكي ووصل الرسالة أو الكلمة بمعناها الصحيح بمختصرها عشان ما تنفهم غلط هاي الفترة ممكن يكون في عندك امتحان أو مفاوضات أو لقاء بحاجة لتركيز أكثر لغاية ساعات العصر الأمور جيدة وبتكون لصالحك احذر ما بعد العصر من بعض التشتت الذهن اللي ممكن يصير عندك لأنه في أولويات راح تزيد عندك اللي هو أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة بوسعكم التفاهم اليوم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة لكن بتكون ديروا بالك أو تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم أو فرض الرأي أو الإنزعاج وأنك ترفع صوتك ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك يعني دير بالك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على مستوى الحبيب ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينكو خصوصا في ساعات ما بعد العصر ما قبل من الآن لغاية العصر الأجواء إيجابية ودعملة إليك بقوة حتى أنه نسبة التقارب ما بينك وبين الحبيب عالي جدا ولكن من ساعات العصر دير بالك من أي سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار أو فرض الرأي على الحبيب بالفترة هاي لأنه ممكن تزيد المشكلة بالنسبة للبيت السادس الأعمال تقريبا كل ما وصلنا لساعات العصر أكثر كل ما كان فيه قدرة على حلها أو على تجاوز الضغوط اللي كانت موجودة على مستوى العمل الأجواء إيجابية ودعملة إليك بقوة الوضع الصحي إجمالا بلش بعملية الاستقرار وخصوصا من ساعات العصر بتحس الأجواء صارت أحسن وأو وأحسن أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة فما زالت الأمور ضاغطة في تعطيلات أو في بعض الالتباسات بعض الإرباكات اللي لها علاقة بالشراكة كل ما اقتربنا لساعات العصر كل ما زاد هذا التوتر أو القلق أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق بالشريك العمال أو العاطف اللي هو الزوج مثلا أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة ممكن يصير لك بعض الاهتمامات في الأمور المالية المشتركة أو مال الشريك أو نوع من أنواع الدعم أو تحل مسألة لها علاقة بالقروض أو الديون خلال هذا اليوم أو يجيك بوادر حل لها الأجواء إيجابية ممكن تفكر في بعض المواضيع التاريخية أو ينفتح موضوع قديم أو تواصل قديم أو علاقة قديمة تظهر على الساحة خلال هذا اليوم وخصوصا من ساعات العصر والأيام اللي الجاية أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ما زال مفتوح فعشان يعطيك إيجابية طولة النهار ولكن بدك تحذر أنه في ساعة المساء ممكن تنزعج أو تتوتر من مسألة إلها علاقة بخارج البلاد أو أشخاص مقيمين خارج البلاد حاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك ركز بشكل جيد لإيصال رسالتك بشكل قوي بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء على مستوى بيت السمعة ما زال عندك المريخ وأورانس بشكل زاويتين الإقتران والتقابل أو التربيع اللي موجود ما بين الكواكب بيأثر بشكل كبير على بيت السمعة فما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو مخالفة القوانين ابتعدوا عن أي مواجهة ممكن تصير ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ما في داعي لتشوه سمعتك بالفترة هاي حاول تحصن حالك وتحمي حالك قدر الإمكان بالنسبة لبيتك يعني الـ 11 أو بيت العلاقات الإجتماعية الأجواء بتظلها إيجابية بلقاء الناس أو بالاهتمام من بعض الأشخاص أو من المناسبات الإجتماعية في نوع من أنواع الضغط ولكن كل ما اقتربنا لساعات المساء بخف هذا الضغط شوي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء نهاراً وليلاً ممكن أنت تتحرك باتجاه الاتجاه هذا يعني أنت اللي تبادر مش هم اللي يبادروا أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعاً الضغط اللي كنت حاسس فيه بالأيام الماضية والتقييد اللي صار عليك أو الحصار اللي صار عليك بالفترة الماضية كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر كل ما انفرج الباب أكثر كل ما حسيت بالراحة أكثر والطمأنينة أكثر الأجواء فيها إيجابية وفيها نوع من أنواع الراحة أهم شيء أن تتظلك مراقب الوضع الصحي عندك بشكل جيد طبعاً على المستوى النفس الأجواء إيجابية يعني نفسيتك بلشت أحسن من الأيام اللي مضت مشحون بطاقة إيجابية كل ما اقتربنا لساعات العصر بتحس بطاقة أحسن وأحسن كمان من ناحية نفسية بتشعر أن الأجواء بلشتها يعني تتحسن الطاقة الضعيفة اللي كانت في اليومين الماضين اليوم بتبلش تتلاشى ولكن أهم إشي اللي نبهنا منه اليومين الماضيات عصبيتك دير بالك المواجهات دير بالك فرض الرأي دير بالك والإهمال دير بالك منه لأنه هذولا كلهم أم اللي رح يكونوا على المحك خلال فترة اليومين القادمين واللي رح يرسموا اليومين القادمين كيف رح يكونوا بالنسبة للبيت الثاني طبعا دير بالك في اليوم أنه الاهتمام رح يكون على الوضع أو على الميزانية ممكن تحتاج أحد الأحبة أو يحتاج أحد الأحبة لنوع من أنواع الدعم المالي أو المعنوي فلازم تكون موجود ما تهمله نظم الأقصاط والديون والاستحقاقات والفواتير الصغيرة نظمها بشكل جيد لأنه ممكن يصير عليك بعض المطالبات أو تنزنق في زاوية المصاريف خصوصا المصاريف الاستشفائية أو الالتزامات العائلية من ساعات العصر طبعا الأجواء بيصير القمر انتقل للبيت الثالث عندك فهنا بيصير عندك نشاط عالي جدا في أمور التنقلات والاتصالات والسفر بيكون لكم نوع من أنواع التعامل الجيد مع أخ أو جار بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك ما تتردد بالتحرك حاول أنك أنت يعني اليوم تنشط لتحصل كل الأمور اللي أنت بدك إياه وخصوصا من ساعات العصر يعني الأجواء فيها إيجابية أكثر من ساعات ما قبل الظهر بتكون لمصلح داك بالنسبة للبيت الرابع طبعا الأجواء رح تصير ضاغطة على مستوى البيت ممكن خلاف نقاش حوار سوء تفاهم ممكن تدخل بصراع ما له علاقة بالبيت أو ما زال العتب موجود على أحد أفراد العائلة يحاول قدر الإمكان تضبط عصابك ما في داعي لتكبير الأمور وما في داعي أنك تظل عايش بنفس الدوامة الهدوء مطلوب والراحة مطلوبة وبرضو في نفس اللحظة هذا البيت والبيت بالنسبة لإلك يعني هو مكان راحتك إذا نزعج البيت معنات كل إشي رح يصير مزعج بالنسبة للبيت الخامس طبعا الأجواء هنا منقدر نحكي أنه الأجواء جيدة عاطفيا الحضوض بتلعب دور كويس علاقتك مع الأبناء جيدة ممكن اهتميت بوضع العلاقة بأحد الأبناء أو بأحد الأحبة بالفترة الماضية ولكن اليوم دير بالك الأجواء بلشت تروح اتجاه غريبة شوي يعني في ضغوطات كان في منك إهمال في منك تكاسل باتجاه الحبيب ولكن اليوم الوضع أحسن فهو ممكن تبادر بمصالحة وتعويض النقص اللي أنت صار عندك في خلال اليومين الماضيات أو تعالج مشكلة كانت خلال اليومين تقدر تعالجها وتحلها بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك السادس طبعا الأجواء هنا ضاغطة على مستوى العمل في نوع من أنواع الضغط زي ما حسيت أنت بخلال اليومين الماضيات كنت مضغوطة كثير وعليك الالتزامات حتى لو ست بيت وقاعد في البيت فضغط عندك بشغل البيت ترتيبات أو تنفتح لك ورشة عمل جديدة ضيوف زيادة حوارات داخلية هذا كل ياته اسمه ضغط عمل فعشان هيك برضو ضغط العمل بظل مستمر لغاية ساعات العصر فديروا بالكوا أنه يتراكم العمل عندكم أكثر ما تحاولوا تحملوا أكثر من عمل في إيد وحده على أساس أنه ما تصاب بالإرهاق أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي اليوم الأجواء أحسن وأحسن من الفترة الماضية وبالعكس بيحقق لك إنجازات جيدة للتواصل أو حل مشاكل ما بينك وبين الشريك خلال الفترة هاي وخصوصا أنه نبتن بشكل زاويتين تزديس فالوضع العائلي أو أضعك أنت والشريك بيكون جيد فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب والحلول من المفروض أنها تكون موجودة كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر كل ما كانت الأجواء أحسن وأحسن وقدرة المصالحة والتواصل بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بيت الثامن خالي ما في أي تأثيرات على بيت الأموال المشتركة فممكن تحل أي مسألة لها علاقة بالأموال المشتركة بشكل جيد وبطريقة عقلانية لكن بدون ما تتسرع ما في داعي للكفالة أو لضمان أشخاص بالفترة هاي بالنسبة للبيت التاسع الأجواء ما زالت ضاغطة بنوع من أنواع المشاكل باتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو موضوع بتعلق بأمور إلها بالسفر أو بالأشياء اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية بالقضايا القضائية في نوع من أنواع الضغط وخصوصا موليد العشرية الأولى والعشرية الثانية اليوم الأجواء لا بتصير أحسن وخصوصا مع اقتراب ساعات العصر بصير البيت التاسع لإلك هذا عبارة عن بيت قوة لإلك فممكن تنشط كل الأمور اللي إحنا ذكرناها وللأيام اللي جاي تكون الإيجابية بالنسبة لإلك في توتر صحيح ولكن في نتائج برضو جيدة بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة طبعا الأجواء نقدر نحكي ظلت آمنة من الآن لغاية ساعة الظهر أمانها جيد جدا على مستوى بيت السمعة ولكن من ساعات ما بعد الظهر أو العصريات بدك تنتبه أنه الضغط رح يصير على بيت السمعة فلا تتأخر أو تتغيب عن عملك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تخالف القوانين هيك بتكون أنت بالأمان يعني أي شيء بشوه سمعتك بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات طبعا الأجواء جيدة وداعمة صحيح أنه كان فيها نوع من أنواع التوتر صحيح جاملت بما يكفي في الفترة الماضية بدون نفس الآن أنت بصدد تحرك الاجتماعي الإيجابي وهذا رح يصير من ساعات الظهر وما بعد فرح يكون فيه تواصل اجتماعي ومثمر وممكن تحقق منه بعض المكاسب أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بيت المتاعب خالي من أي تأثيرات للكواكب ولكن أنه برضو وراعي وضعك الصحي أهم شيء نقطة أنه ما تهمل الصحة كلما اقتربنا لساعات المساء أكثر الأجواء آمنة التغذي الأمور اللي إلها علاقة بالرقابة الغذائية هاي كلها الأجواء إيجابية ودعملة إلك بقوة ولكن مع الأيام القادمة يعني حاول أنك أنت تنتبه من بعض المكائد أو بعض اللي بتآمروا عليك بالخفاء أو بعض الأسرار اللي إلك إنها تنكشف فحاول أنك تكون حريص على هاي الأمور برج الميزان طبعا ما زالت الأمور أحسن وأحسن الأجواء أحسن بالنسبة لإلكم اليوم وخصوصا أن القمر ما زال موجود عندكم لغاية ساعات ما بعد الظهر أو للعصر بتجدوا حلول لا كثير من المشاكل بتكون مقدام وبتنطلق بأشياء جديدة أو بتحاول أنك تصحح بعض الأخطاء اليوم في تغييرات لنظرتك للحياة وبتحضر لتغيير النمط والأسلوب تبدو متفائل وسعيد خلال هذا اليوم أكثر من ساعات العصر طبعا الاهتمام رح يصير بالوضع المالي أكثر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إشي أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب ما بيت بالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لبعض الأمور المالية أو الأمور الاستشفائية أكثر بالنسبة للبيت الثالث رح تتعزز عندك نقاط الاتصالات والتواصل بشكل جيد ولكن بين ساعات الظهر عصبيتك بتظهر بتصير مزاجك شوي هيك حاد ممكن توجه انتقادات أو أوامر ممكن هاي شوي تستفز اللي حواليك أو تستفزك بشكل أكبر ضبط الأعصاب مطلوب ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء كلما اقتربنا لساعات العصر أكثر كلما انحلت المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أكثر أو التوترات اللي كانت في الأيام الماضية ممكن تجد بعض الحلول العائلية أو تهتم ببعض الأشياء المنزلية بشكل كبير وخصوصا مع اقتراب ساعات العصر بتصير الأجواء لصالحك والحلول بتصير أوفا على المستوى العاطفي الأجواء بدك تدير بالك أن الأجواء جيدة لغاية ساعات الظهر من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات العصر ممكن شوي يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الحبيب أو بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء وهذا الإشي ممكن يوترك أو يخليك تنزعج من بعض النقاط فحاول قدر الإمكان تسيطر على انفعلاتك وردات فعلك حاول أنك ما تكون قاسي بتعاملك مع الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي الأجواء إيجابية ودعمة بقوة وكل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما يعني أولى العصر كل ما كانت الأجواء جيدة وعندها قدرة لحل كثير من المسائل اللي بتتعلق بالعمل أو بتتعلق بالوضع الصحي عندك يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الاستقرار أما بالنسبة للبيت السابع لإلك فالأجواء يعني شوي فيها كان بعض التوترات بتستقر الأمور مع اقتراب ساعات العصر وبتصير إيجابية أكثر احذر من بعض سوء التفاهم أو الخلافات أو أنه مثلا تحتد على نقطة يعني مش ذات بال أنك أنت تكبرها يعني ممكن من شغلة بسيطة يصير فيه نقاش أو حوار حد بالنسبة للبيت الثامن طبعا ما زالت الضغوط موجودة على الأموال المشتركة بتسبب لك برضو نوع من أنواع التوتر ممكن مطالبات أو التزامات ممكن بعض الأمور اللي بتحاول أنك تحلها ولكن ما زالت الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الضغط المفاجئ ما تكفل ما تضمن دير بالك على مقتنياتك أو أموالك من السرقة والضياع بالنسبة للبيت التاسع الأجواء صارت يعني أحسن شوي اليومين الماضين يعني كان فيه اتصالات جيدة وكتواصل مع أجانب أو أشخاص من خارج البلاد حليت بعض الأمور على المستوى الدراسي أو التعليمي برضو كانت ممتازة من ساعات العصر بصير فيه نوع من أنواع الضغط إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد بالنسبة للبيت العاشر الأجواء على مستوى بيت السمعة برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم خصوصا من ساعات العصر التوتر اللي كان خلال الفترة الماضية برضو بيبل شي تلاشة ما تسمح لحد أنه يتدخل بخصوصياتك ما تهمل عملك ما تقصر بعملك إنجز أعمالك بشكل كامل بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ممكن اليوم تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالتواصل بالأصدقاء ولكن احذر الخلاف وسوء التفاهم من ساعات العصر ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو نقاش أو حوار أو تنزعج من أحد الأصدقاء لتفوهوا ببعض الكلمات أو لا تدخلوا بشؤونك بالنسبة لبيت المتاعب عندك الأجواء جيدة ودعمة بقوة صحيحنا كانت فيها توتر ولكن كل ما اقتربنا أكثر كل ما كانت صحتك أحسن ومشحون بطاقة إيجابية أهم إش أنك تراقب وضعك الصحي وتراقب تغذيتك أهم إشي أنه تدير بالك على صحتك هذا المطلوب منك الفترة برج العقرب طبعا ما زال الضغط موجود التوتر موجود من الآن لغاية ساعات العصر وإنت لسه عايش بالدوامة هاي الضغط اللي موجود عليك التوتر العصبي الالتزامات الكثيرة كل هاي التوترات الموجودة رح تظلها مرافقيتك طيلة من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة الحظ عندك ونسبة النجاح بتصير أكبر وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم ممكن تنشط ببعض الاتصالات والحوارات والتنقلات قدرة الإقناع عندك عالية جدا إذا عندك امتحان أو مقابلة رح تنجز بشكل جيد خصوصا ما قبل ساعات العصر يعني من الآن لساعات العصر بعد ساعات العصر بتطلب منك التركيز ما تبالغ وما تعتمد على الحظوظ نهائيا بالنسبة لبيتك الرابع الأجواء والضغوط اللي كانت عائلية أو الالتزامات أو المسائل العائلية اللي كانت ضغطيتك في الأيام الماضية مع اختراب ساعات العصر بتنحل بتبلش تتبلور الأمور عندك بشكل أحسن ممكن تنشط اجتماعيا أو عائليا في بعض المسائل بتهدأ الوتيرة عندك بشكل كبير الوتيرة الضغوطات وبتصير عندك تنوجد مكانها الحلول أما بالنسبة لبيت العواطف وبيت الحب أو بيت المحبة الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط اللي كان خلال اليومين الماضية وسوى التفاهم ما بينك وبين أحد الأحبة ممكن اليوم تبلش تنحل الأمور هاي بشكل إيجابي كل ما اقتربنا لساعات العصر والأيام القادمة فالأجواء داعمة على مستوى أمور الحب أهمش إنك ما تحاول تفرض سلطتك على الحبيب بالفترة هاي وبرضو بدك تعلر الحبيب من بعض التصرفات لأنهم ممكن عندهم التزامات غير التزاماتك فعشان هيك بتطلب منك نوع من أنواع القدرة على حلها أما بالنسبة للبيت السادس يعني الأجواء بيصير فيها نوع من أنواع الضغط اللي بتطلب منك تهتم بالشؤون الصحية أكثر من ساعات العصر ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو تتوتر من عمل معين أو كثرة الالتزامات شوية وترك ولكن إجمالا عندك قدرة على حلها أهم شيء بدون عصبية وبدون فرض الرأي وبدون نقاشات وخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالنسبة للبيت السابع الأجواء كانت متوترة في سوء من التفاهم أو القلق اللي بصار ما بينك وبين الشريك في اليومين الماضيات اليوم بتبلش الأمور تتبلور للحل أو باتجاه الحل المناسب لا إلكم بالنسبة للبيت الثامن ما زالت الضغوط موجودة أو مصاريف أو دفعات أو قلق من وضع مالي معين اليوم بتبلش الأجواء تأخذ اتجاه جيد أو بعض الحلول اللي بتصير منطقية لا إلك وقدرة على ترتيبها ابعد عن المصاريف بس هاي أهم نقطة يعني المصاريف للزيادة أهم إشي أنك أنت تبعد عنها والخلافات وفرض الرأي والسلطة على الشريك مرضو من المفروض أنك تهرب أو تبعد عنها بالنسبة للبيت الثامن الأجواء يعني فيها إيجابية كانت في اليومين الماضيات ولكن فيه يعني فيه لسه ديون أو التزامات أرقيتك بالفترة هاي الوضع المالي هو أكثر شيء يعني مركز عليه بالفترة هاي ممكن تنفتح بعض المواضيع القديمة أو الحوارات القديمة اللي شوية تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام بشكل أكبر وأوفى بالفترة هاي أهمش أنك تحافظ على ميزانيتك وتراقب أموالك بلاش المصاريف الكثير هاي وفي نفس اللحظة ممكن تظهر بعض المصاريف الطارقة احثر على من أموالك من السرقة أو الضياع بالنسبة للبيت التاسع في منكو كان متوتر من بعض المسائل اللي إلها علاقة إما بأشخاص مقيمين خارج البلاد أو أجانب عنهم أو أمور دراسة أو امتحانات من ساعات الظهر بتبلش الأمور تتبلور وتنفرج أساريرك بشكل قوي وتجد بعض الحلول لإلها وتكون كلها لمصلحتك وتصب في مصلحتك بشكل أكبر الحظوظة بتدعمك بشكل كبير في كل هاي المواضيع بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة الأجواء جيدة لغاية ساعة الظهر بعد ساعة الظهر احذر أنك تشوه سمعتك بأي تصرف ما تجازف ما تغامر ما تحاول أنك تبادر في أمور ممكن تنحسب عليك بشكل سلبي يعني حافظ على سمعتك قدر الإمكان إن كان في مكان العمل أو سمعتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك الاجتماعي اليوم رح تنشط ببعض الاجتماعيات أو زيارات أو المهام الاجتماعية وخصوصا مع اقتراب ساعات العصر إما زيارات أو لقاءات أو بعض المناسبات الاجتماعية اللي بتحاول تحلها ورح تكون حلولها لمصلحتك أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب طبعا القمر مازال موجود فيه فعشان هيك طاقتك لصة ضعيفة بنقول لك راقب وضعك الصحي راقب الأمور اللي أنت بتعاني منها التأجيلات أو الفشل أو خيبة الأمل اللي كنت شاعر فيه قل له مع ساعات الظهيرة بتبلش تتلاشي هاي الأمور وبتصير الأمور لمصلحتك وبتصير الحلول أقوى وأوفى للأيام القادمة برج القوس طبعا بالنسبة للقوس بلشت الضغوط تظهر على الساحة بلشت تحس أن الأجواء صارت معارضة لإلك صارت الأمور فيها نوع من أنواع البلبلة فيه تعقيدات فيه أمور قاعدة بتتلاشى أو وعود قاعدة بتختفي أشخاص وعدتك بأشياء صارت تبعد أو تهرب أو تأجل في بعض الأشياء الخفية بتتحكم في أعصابك هذا إشي طبيعي لأنه القمر بنتقل قاعد للعقرب لبيت متاعبك فكل هاي البلبلة ممكن أنك تحس فيها خلال الفترة هاي فهاي بتضغط حتى على نفسيتك بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء الضغط هذا اللي انت حاس فيه كل ما اقتربنا لساعات العصر بصير أحسن أنه بتبلش فيه بعض الحلول المالية فممكن تحصل على بعض المكاسب المالية أو الحلول المالية اللي تكون لصالحك في بعض الانفراجات ولكن أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوة وتكثر عندك الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن في ساعات العصر بدك تنتبه من العصبية والحدية وفرض الرأي اللي ممكن يسوي خلاف أو نقاش حاد جدا أو سوء تفاهم انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء تنقلاتك وإذا عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الأجواء كل ما اقتربنا لساعات العصر بتصير إيجابية أكثر بتجد بعض الحلول لبعض الأمور رغم أنه في ضغط أو مشكلة منزلية أو عائلية كانت من أرقيتك الآن وإحنا على صدد حلولها حاول أنك تركز فيها بشكل جيد عشان تنحل الأمور وتصير إيجابية بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء كانت شوي أفضل من الفترة الماضية مع ساعات العصر دير بالك من سوء تفاهم أو خلاف أو نقاش ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء لا تفرض رأيك لا تحاول تتحكم فيه لا تحاول أنك تكون حد الطباع خلال هذا اليوم عشان الخلافات هاي ما تكبر وتخرج عن السيطرة فسوء التفاهم وارد في أي لحظة مع أي أحد من الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فهنا العمل بتراكم عندك عندك كثير من المهام كثير من الواجبات أو الالتزامات بتحاول تنجزها أو تحاول تحلها اليوم ممكن تتعقد بعض الأمور أو ما تكون لصالحك بشكل كبير يعني بدك تحاول أنك أنت تنجز الإشاء الضروري والروتيني ما تحاول تدخل بأشياء أو التزامات أنت ما رح تقدر تسيطر على حالك أو ما رح تقدر تنجزها بالشكل الكامل أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية الأجواء جيدة اليوم وكل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر كل ما صار فيه تواصل جيد ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين الزوج تحديدا يعني بتقدر تتواصل بتقدر تحل الخلافات وسوء تفاهم اللي كان خلال اليومين الماضيات ولكن أنه في ساعات العصر بدك تنتبه من الحدية بالطباع أو الخلافات أو النقاشات الحادة أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء جيدة على المستوى المالي في بعض الحلول لبعض الأمور المالية أو لبعض الأمور اللي إلها علاقة بالديون أو الالتزامات رح تجد بعض الحلول بشكل إيجابي وتكون المسائل ميسرة وخصوصا مع اقتراب ساعات العصر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على الاتصالات البعيدة بظل في عندك نشاط بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو حتى بأوراق الهجرة أو المعاملات بظل تركيزك عليها لغاية ساعات العصر ولكن من ساعات العصر ممكن يصلك خبر من بعيد بشوي يكون مزعج أو يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو خلاف ما بينك وبين أحد الأجانب بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة طبعا الأجواء يعني كانت ضاغطة شوي ولكن أنه في نشاط اجتماعي موجود مش مبسوط ومش زعلان الأجواء الآن بتبلش تروح بالاتجاه الإيجابي أكثر ولكن بدك تحذر أنت من الخلافات ما تبين أنك أنت كثير مضغوط وكثير من هالمشاكل ضغط عليك بشكل كبير على أساس أنه أنت ما تفقد السيطرة على كل شيء أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر موجود فيه لساعات العصر فبظل فيه نوع من أنواع اللقاء لبعض الأصدقاء ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك فيه موقع مهم أهمش أنك تكون عند حسن الظن تجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حادث الحوادث على أشكالها من ساعة العصر تقريبا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بخدوء وابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاضر البلبلة والالتباسات لأن القمر بصير في بيت متعبك برج الجدي طبعا هاي الضغوط اللي كانت موجودة خلال اليومين الماضيات واللي كانت كلها إلها علاقة بالسمعة أو الضغط على السمعة أو المصالح الإجتماعية أو الأمور اللي إلها علاقة بمكان عملك كل الضغط اللي عنيت منه من يومين الماضيات مع ساعات العصر بتلاقي الأمور بلشت تختفي وصار فيه نوع من أنواع الراحة العنصر الإجتماعي والعنصر الأصدقاء هو اللي رح يظهر على الساحة بشكل أكبر بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء على المستوى المالي هي اللي رح تضغطك في الفترة القادمة وخصوصا من ساعات العصر رح يصير فيه التزامات مالية أو دفعات مالية أو متطلبات مالية أو ترتيب وضع مالي معين أهمش أنك تدير بالك من المصاريف لزيادة بالنسبة للبيت الثالث طبعا اتصالاتك وحواراتك رح تكون قوية جدا خلال هذا اليوم وخاصة كل ما اقتربنا لساعات العصر أكثر ممكن تحل بعض المسائل بشكل جيد وممكن تجد حلول لبعض المسائل أو ممكن تقدم امتحان أو مقابلة بشكل جيد خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الرابع طبعا هنا دخلنا على مسائل العائلية والمسائل البيتية الأجواء كل ما اقتربنا إلى ساعات العصر كل ما صار في ضغط فممكن يظهر خلاف أو نقاش أو حوار إلى علاقة بالبيت ممكن سوء تفاهم ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو المواضيع المهمة المنزلية زي أعطال أو اهتمامات ممكن تكون ضغطة عليك بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي مازال في سوء تفاهم موجود ما بينك وبين أحد الأحبة أو قابلية حدوث سوء تفاهم من ساعات العصر بتبلش الأجواء إيجابية ممكن تجد حلول أهمش أنك ما تفرز سلطتك على الحبيب ما تحاول أنك تكون قامع لحرياته ما تحاول أنك برضو تكون عدائي مع أحد الأحبة أو أحد الأبناء الأجواء ممكن تظهر بعض الخلافات أو سوء تفاهم مع ساعات العصر تقريبا بتصير الأجواء إيجابية أكثر ممكن أنه يهدأ بالك من مسألة معينة أو يتخف عليك التوترات شوي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه يعني الأجواء جيدة قادر تنجز أعمالك أنت بشكل جيد ولكن عندك تحذر مع ساعات العصر ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وتشعر ببعض التوعكات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الخلافات والضغط اللي كان موجود أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج أو سوء التفاهم البسيط هذا ممكن يتحول لفرض الرأي احذر ودير بالك ممكن تحل بعض الأمور أو يكون فيه مصالحة خلال هذا اليوم أو تتراجع عن قرارات سابقة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة كل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما زات الضغط عليك أكثر أو متطلبات أو ديون أو التزام فعشان هيك يبدأك ترتب الأوضاع بشكل جيد ما في داعي للمصاريف ممكن تظهر بعض المصاريف العلاجية أو الاستشفائية اللي بتتعلق فيك أو بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بتيجي الأمور على بيت الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور العلاقة بالسفر البعيد كانت ضاغطة بالفترة الماضية أما اليوم فهي جيدة خصوصا مع ساعات الظهر للعصر بتجد حلول أو تواصل جيد وبتهنأ بخبر أو بمعلومة ممكن تجيك من خارج البلاد وممكن تهتم بمواضيع لها علاقة بالامتحانات أو المقابلات وتحقق إنجاز جيد وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة لبيت السمعة فطبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة لغاية ساعات العصر فبتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتكون بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي الفترة يعني فترة جيدة وخصوصا إنها مقدمة على فترة من ساعات العصر إنه بتلتقوا بالأصدقاء بدروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك إذ بتجد حليف بيدعم تصوراتك ما تستسلم بل حاول إنك تكرر المحاولة أكثر من مرة أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء هسا بتقولك حاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل وصول القمر لبرج القوس لأنه بصير بيت متاعبك فالاهتمام بحل الأمور هو الأفضل على أساس أنه تيجي الفترة وانت منجز كل أعمالك انتبه لوضعك الصحي بس من بعض التوععكات أو التقلبات الصحية وما تغامر وما تجازف بالفترة هاي برج الدلو طبعا الأجواء جيدة ما زال في بعض البصيص الأمل أو الاهتمام ببعض الأمور اللي شحنتك بطاقة إيجابية خلال اليومين الماضيات يعني في شعور هيك أنه في بعض الأمور انحلت أو في حلول لبعض الأمور بشكل إيجابي راح تحل أشياء أكثر خلال هذا اليوم وخصوصا لا غاية ساعات العصر الأجواء راح تضع داعمة وحليفة لإلك بشكل قوي والنفسية أحسن في نوع من أنواع الضغط ممكن يصير في ساعات العصر حاول بس أنك تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني بتحاول تجد بعض الحلول لبعض المصاريف أو الديون أو الالتزامات كلما اقتربنا لساعات العصر أكثر كلما وجدت الحلول أكثر وبتصير أوضح الرؤية أكثر والفرص لجني مكاسب مالية بتصير أحسن أهم شيء إنك تبعد بس عن المشتريات والمصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والسفر والتنقلات والحوارات والنقاشات وقدرة الإقناع وسرعة البديهة عندك عالية جدا مع ساعات العصر بس ابعد عن الحدية أو التزمت أو فرض الرأي لأنه شوية رح يتسبب لك نوع من أنواع الخلافات هاي أو الحدية بالطبع حاول أنك تسحب يعني تسحب الطاقة السلبية اللي موجودة عندك هاي ما تحاول تفرض رأيك ما تتحكم في الأشخاص اللي حواليك بتكون الأمور إيجابية ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا الأجوى تقريبا بتنحصر على أمور إلها علاقة في بيت البيت أو بيت العائلة أو بيت الرابع لا إلك هو هذا إلو علاقة بالبيت والعائلة في أمور إلها أو مستجدات رح تصير على مستوى البيت ممكن تسبب لك توتر أو قلق من مسألة معينة أو تنهمك في بعض الصيانة أو الترتبات أو المشتريات أو مسألة عائلية أو صحة أحد الأحبة أو حتى الاهتمام بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء هنا على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء كانت جيدة وممتازة جدا مع ساعات العصر بدك تدير بالك من خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب اللي ممكن هذا يوترك أو يسبب لك نوع من أنواع الإنزعاج للفترة القادمة بالنسبة للبيت السادس الأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل أو ترتب أوضاع للعمل من ساعة العصر بتتوضح الرؤية أكثر وبتقدر تنجزها أكثر يعني الضغط والتوتر اللي كان في الأيام الماضية بيخف وبتلاشى وبتشعر حالك أنك صرت فيه نقطة أمام أكثر أما بالنسبة للبيت السابع لا إلك يعني الأجواء جيدة جدا ما زالت على مستوى الشراكي قادرة تحل وتسيطر على الأمور بشكل قوي دير بالك من التقاعص أو الخلاف أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك كل ما اقتربت لساعات المساء أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة في بعض الوعود أو في بعض الاهتمامات لحل بعض الأمور اللي علاقة بالفوترة أو جدولت للديون أو ترتيب وضع مالي بشكل عقلاني اليوم تصل للحل كل ما اقتربت لساعات المساء وممكن تجد حليف أو داعم لتصوراتك أو تجد الحلول لبعض الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فيه رح يظل موجود لغاية ساعات العصر فبتظلوا مشغولين الفكر في أمور إلها علاقة إما بسفر أو اتصالات بعيدة أو بأشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك حاول أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمساء المالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهمش أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة في ساعة العصر بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية لأن القمر رح يصير في البيت العاشر ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة فما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي تحمل نوع من أنواع القلق والتوتر إذا أنت ما انتبهت بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت الاجتماعي أو بيت اللقاءات الاجتماعية ممكن اليوم تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو الحوارات أو النقاشات ولكن في ساعات المساء ممكن يصير خلاف ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء أو سوء تفاهم اشحن حالك بطاقة إيجابية وابعد عن أي شيء ممكن يوترك أو يسبب لك نوع من أنواع القلق بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه مع ساعات العصر الأجواء بتصير آمنة يعني ما في حد رح يقدر يتآمر عليك بالفترة هاي ولكن قدر الإمكان حاول أنك تبعد عن أي شيء له علاقة بالمواجهات أو المغامرات انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات حاول تأخذ أدويتك وإذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبا برج الحوت ما زالت الأجواء مش بالشكل اللي أنت بدك إياه يعني فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو يعني خصوصا الأمور المالية أو الترتيبات الوضعي المالي هي أكثر إشي مقلق كان في الفترة الماضي أو شيء بتعلق بالشأن المالي خصوصا للفئات أو للأشياء المشتركة فعشان هيك هو اللي يسبب لك نوع من أنواع الأرب بيت مش حليفك الميزان والقمر كان موجود فيه مع ساعات الظهر والعصر بده ينتقل القمر يصير في العقرب فهو بيتك التاسع قوي جدا رح تشعر أنه طاقتك تغيرت وانعكست مع زوايا اللي بيشكلها نبتون برضو إيجابية رح تدعمك بشكل أكبر وأكبر النفسية بتتحسن وبصير فيه نوع من أنواع الاستقرار أكثر بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء هنا رح تركز على الأمور المالية والمصاريف كمان مرة رح ممكن يكون عندك بعض الالتزامات أو الدفعات أو ترتيب وضع مالي معين فعشان هيك هيب نقول لك دير بالك من أي مصاريف زيادة ودير بالك من أي التزامات زيادة يعني بدك ترتبها بشكل جيد وعقلاني بدون ما أنك أنت تبذر أموالك بطريقة متسرعة رح تظهر بعض المصاريف عندك اليوم بشكل فجائي حاول أنك ترتبها بشكل قوي بالنسبة للبيت الثالث أنا شايف الأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات واليوم يعني عصبيتك أخف مع اقتراب ساعات العصر تفتح مجالات أكثر فممكن أنك أنت تحل بعض الأمور بشكل قوي وبشكل عقلاني ممكن تنجز بعض الأمور بشكل جيد خلال هذا اليوم ويكون عندك قدرة على الإقناع وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر بتلاقي قدرة الإقناع صارت عندك أعلى ولكن دير بالك من فرض السلطة أو أنك تحاول تتحكم في الأشخاص اللي حواليك ابعد عن العصبية والحدية بالطباع عشان أنت تكون في مكان الآمن ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة ومستقرة على مستوى البيت وبتظلها مستقرة وفي بعض الأشياء الإيجابية يعني اللي تكون لمصلحتك طيلة النهار من ساعات ما بعد الظهر ممكن يظهر خلاف أو سوء تفاهم أو أعمال وأعباء منزلية تكون كثيرة فأنت شوية تحس بنوع من أنواع الإرهاق أما بالنسبة للبيت الخامس لا إلك الأجواء العاطفية رغم الضغط وسوء التفاهم والتوتر اللي أنت كنت عايش فيه في اليومين الماضين مع ساعات الظهر بتبلش تختفي هاي الأمور وبتظهر مكانها المصالحة والأجواء الرومانسية ومنوع من أنواع المسامحة لبعض المسائل ممكن يكون لك تعامل مع أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو يعني تتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل طبعا كان فيه نشاط عندك قدرة على إنجاز كثير من أعمالك الفترة الماضية ولكن فيه متطلبات رح تظهر بعد ساعات الظهر ممكن شوي هيك تربكك أو دخلك في حالة إرباك أو أنه يكون العمل كثير حاول تنظم شؤونك ما تحمل الأعمال كلها مع بعض الأهم فالأهم فالأهم أما بالنسبة للبيت السابع لإلك هنا نحن نوصل لبيت الشراكة فعشان هيك يعني تقدر تحل بعض الأمور بشكل قوي خلال هذا اليوم ممكن تجد بعض الحلول الجيدة اللي تدعم بعض النقاط اللي إلها علاقة بالشراكة بشكل قوي ممكن تساعدك هاي الأمور لتحسين الوضع ما بينك وبين الشريك أو مصالحة أو مسامحة مع ساعات العسر بتلوح الفرصة أكثر للمصالحات أو تراجع عن قرارات سابقة بالنسبة للبيت الثامن طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن عشان هيك بتظلوا منه مكين في إعادة تنظيم أموركم المالية حاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأيا كان بتواجه شخص أو خصم شرس بتشتد المنافسة بينكم أهم مش إنك ما تخالف القوانين عشان ما تكون أنت المدان طبعا الظروف بتظلها مؤهلة لهذا الإشي لغاية ساعة العصر إذا مضت ساعة العصر على خير وسلامي معناته كل الأمور هاي راحة يعني ما تأخذ فيها من ساعات العصر بصير الاهتمام إما بشخص خارج البلاد أو بمواضيع بتتعلق بالسفر اللي طويل شوي أو اتصالات بعيدة يوم مناسب بصير لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء وبتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة بالنسبة لبيتك العاشر طبعا بيت السمعة يعني الأجواء جيدة جدا بتظلها ممتازة ودعمتك لغاية ساعات العصر من بعد ساعات العصر بنقول لك دير بالك أنك تغامر أو تجازف أو تعمل أي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك يعني بدك تكون حذر من تصرفاتك بالنسبة لبيتك 11 طبعا الأجواء هنا بتوعدك بنوع من أنواع النشاط الاجتماعي وخصوصا في ساعات ما بعض العصر فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو الحوار معهم في بعض الأمور اللي ممكن أنك أنت اليوم تبدع فيها بمساعدة صديق أو أنت تساعد صديق في مسألة ما فهاي الإنجازات رح تكون جيدة ورح تجد بعض الحلول اللي تكون دعمة لتصوراتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فمن ظن نقول موضوع الصحة هو أهم شيء تراقب وضعك الصحي أي تقلبات صحية صحيحة اليومين اللي مضوك كان فيها شوية أمان ولكن أنت داخل على أيام شوي فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تنال من صحتك ممكن لا سمح الله يعني إذا اهتميت بصحتك طبعا مش رح يصير هالتأثير ولكن هي الاهتمام بالصحة أهم شيء ما تعتمد كثير على الوعود اللي ممكن تنقطع لك خلال الفترة هاي اعتمد على جهدك أنت على مبادراتك على قدرتك على إنجاز كثير من الأمور بالنسبة للأمان منقول لك ما تدخلش أماكن مشبوهة بس يعني حاول أنك تبعد عن الأماكن المشبوهة والمحتدة على أساس أنه أنت يعني ما تكون الأمور فيها مخاطر عليك هيك من كون انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر